آلاف الأطنان من النفايات البلاستيكية تنتجها غزة سنوياً باتت توجه نحو إعادة الاستفادة منها ليس خياراً اقتصادياً فحسب بل هدفاً للحفاظ على البيئة فغزة المقتضى سكانياً تكاد شوارعها تغرق بالنفايات المختلفة وأخطرها المخلفات البلاستيكية خطر دفع كثيرين إلى التفكير في إنقاذ البيئة منها عبر إعادة تدويرها والاستفادة منها رحلة تبدأ بالخطوة الأصعب وهي جمع البلاستيك قبل أن يدخل عملية الفرز والتقطيع ثم الغسل ليرحل لاحقاً إلى المصانع المختلفة لبدء عملية إعادة الإنتاج البلاستيك اللي بتم تجميعه 250 طون شهرياً لو إحنا ملمناش البلاستيك هذا وطحناه وعدنا تصنيعه خلال سنة حيكون أنه كل سنة 3000 طون 3000 طون هدول وين بدهم روحوا البلاستيك 500 سنة بقعد لما يتحلل فهتصير أنه كارسي بقي يعني فإحنا نساعد الناس شغلنا هذا بساعد بساعد البيئة وبساعد الصحة المرحلة الأخيرة في رحلة المخلفات البلاستيكية تنتهي هنا حيث تعكف المصانع على إعادة تدويرها إلى سلع مختلفة يتم ترويجها في الأسواق المحلية بأسعار أقل من البضائع المستوردة وبجودة أفضل خطوة مهمة تتعدى جدواها المنفعة الاقتصادية إلى المنفعة البيئية الأهم نحن باللم هذه المواد البلاستيك لحفاظا على البيئة نصنع منها مجريد، علقات، إكسسورات فيزب، إكسسورات سيارات، بشكل عام أدوات الكهرباء منع الاحتلال إدخال المعدات والآلات الحديثة تسبب في عرقالة تطوير مصانع إعادة التدوير التي تضطر إلى العمل بطاقة إنتاجية صغيرة طاقة تأمل مصانع غزة مضاعفتها بما يسهم في الحد من نسبة التلوث المرتفعة في القطاع أحمد غانم غزة الميادين